مجاز الساعة على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين جاء ذلك خلال تفاقوده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلين بشأن المركز الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية كما قام الرئيس السيسي بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر حيث اطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة موجها سيادته بالتنصيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي خلال الاجتماع تطرق مدبولي إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن الأليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابي يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلية كما أنها أيضا تعد عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي أعلنت شرطة نيويورك إصابة 16 شخصا في حادث إطلاق نار وقع في محطة مترو الأنفاق في بروكلان بمدينة نيويورك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة ومتحدث باسم الدفاع المدني أنه تم العثور على عدد من العبوات الناسفة لم تنفجر داخل المحطة كما نشرت تعزيزات أمنية كبيرة في محيط موقع الحادث نهاية الموجة استحاية لكم وإلى اللقاء